اهلا بكم اعزائي طلاب الشهادة الاعدادية وموعدكم الاسبوعي وبرنامج مدرسة على الهوى ومادة الدراسات الاجتماعية في البداية نتشرف ان يكون معي في هذه الحلقة الاستاذ القدير طارق فروق علام موجه الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم اهلا بك وسطارق اهلا بك مستر محمود اهلا بابنائي وبناتي طلبة طالبات الشهادة الاعدادية اعزائي الطلاب لا تنسوا التواصل معنا على الاكونت الخاص بينا على الفيسبوك ونكتب اللغة عربية مدرسة على الهوى اعدادي حطوا كل اسألتكم هتلاقوا الاجابات ان شاء الله في الحلقة اتباعا النهاردة موعدنا مع درس جديد في التاريخ محمد علي محمد علي درسناه في المرحلة الابتدائية وعرفنا معلومات كتيرة جدا عن هذه الشخصية اللي بنعتبرها اثرت في تاريخ مصر ايجابيا رغم كل سلبياته ولكن محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة محمد علي ارتكب جرائم كبيرة من شرها مسبحة القلعة ولكن لا ننسى لمحمد علي انه صاحب التطوير المصري الحديث هو اول من بنى الدولة الحديثة في مصر هنتناول النهاردة محمد علي وهنشوف احوال مصر بعد خروج الفرنسيين وهنشوف كيف استطاع محمد علي ان يصل الى كرسي الحق يبقى مع بعضين هناخد النهاردة ثورة الشعب المصري وتوليت محمد علي طبعا اعزائي الطلاب محمد علي وصل الى مصر مع الجنود الالبانيين هنشوف اولا احوال مصر بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر مصر بعد خروج الفرنسيين عام 1801 شهدت مصر فترة من الفوضى والصراع على السلطة هذه الفترة استمرت من عام 1801 حتى عام 1805 بنسميها فترة الفراغ السياسي في هذه الفترة شهدت مصر فترة من الاضطرابات والصراعات على السلطة والحكم وهنشوف اهم القوى المتصارعة في تلك الفترة اولى هذه القوى المتصارعة على الحكم كانت المماليك المماليك اعزائي الطلاب تصارعوا على الحكم مع العثمانيين ومع الانجليز كان المماليك اكثر الفرق المتصارعة التي تريد وترغب في السيطرة والاستحواز على السلطة في مصر ولكنهم فشلوا في ان يسيطروا على البلاد وذلك لانقسامهم وعدم اتحادهم حيث انقسم المماليك الى سلاس احزاب الحزب الاول يتزعمه محمد بيك الالفي طبعا دي صورة لمحمد بيك الالفي محمد بيك الالفي كان يرى ضرورة الاستنجاد ببريطانيا الحزب الاخر عثمان بيك البرديسي وكان يرى ضرورة الاستعانة والاستنجاد بفرنسا اما الحزب الثالث فكان بزعامة عثمان بيك حسن ويرى عودة الحكم التركي العثماني الى مصر يبقى المماليك اعزائي الطلاب فشلوا في ان يسيطروا على مصر والسؤال ده مستر طاري ممكن ييجي في هيئة بما تفسر السؤال ممكن ييجي هنا السؤال الاستنتاجي ايد بالادلة التاريخية صحة العبارة التالية شهدت مصر فترة عصيبة بعد خروج الحملة الفرنسية حتى توليت محمد علي شهدت مصر فترة عصيبة منذ خروج الحملة الفرنسية حتى توليت محمد علي الاجابة اولا كان فيه فرق سياسي في الفترة بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801 ترجع ذلك اليه الفوضى والاضطرابات اللي كانت موجودة في مصر بعد خروج الحملة الفرنسية تعدد الولاة في فترة قصيرة اكتر من والي يتولى ثم تكون ثورة ضده فيتنحى يأتي والي اخر تعدد الولاة الصراعات بين الكوة السياسية اللي كانت موجودة في الفترة دي طب مين هي الكوة السياسية اول الكوة السياسية كانت المماليك والدولة العثمانية وبريطانيا المماليك كانوا الاكثر استئثارا بالحكم والاكثر تقربا من الشعب المصر وطرق حكمهم وهم الاكثر رغبة في الاستئثار بالنفوذ والسلطة ولكن رغم تطلع المماليك الى السيطرة على مصر ولكنهم فشلوا هنا لماذا فشل المماليك في استرداد حكم مصر لانهم جعلوا من انفسهم مكانا لاستقطاب الكوة الخارجية لهم فقد انقصم المماليك بينهم الى سلاسة فرق فريق يرى التعاون مع انجلترا وقد تزعم هذا الفريق محمد بيك الالفي وفريق يرى الاستنجاد بفرنسا وتزعمه عثمان بيك البرديسي الفريق الثالث يرى التعاون مع الدولة العثمانية وتزعمه عثمان بيك حسن لو كان المماليك في اتحاد بينهم ومن بعض كانوا قدروا يستردوا الحكم ولكن تفرقهم وتنازعهم وتمحهم في ان كل واحد فيهم عايز هو اللي يتولى حكم مصر ادى الى اضعاف دولة المماليك ممكن السؤال ده مستر تاري ايجي برضو فهيئة ماذا كان يحدث لو كان المماليك اتحدوا بعد خروج الفرنسيين اكيد كان استطاع المماليك استرداد حكمهم لمصر مرة ثانية اما الفئة التانية التي تسرعت على الحكم وهي دولة العثمانية حيث يرى السلطان العثماني انه له الحق الشرعي في توليته او اعادة بسط نفوزه الى مصر بما انه خليفة المسلمين اما الطرف التالت الذي طمع في حكم مصر فكانت بريطانيا فقد تلك الانجليز من الخروج من مصر منذ عام 1801 حتى عام 1803 يعني قعدوا سنتين في مصر دون الخروج منها الى ان جاء الفرنسيون مرة تانية وفرضوا على انجلترا الكبول بصلح يوضع صلح اميان عام 1802 في 25 مارس وعلى ضوءه قرر خروج الانجليز من مصر ولكن الانجليز كعداتهم تلكأوا في الخروج من مصر حتى مارس 1803 ويرجع ذلك لادراك الانجليز تماما اهمية موقع مصر بالنسبة لتواجدهم في الهند حيث كانت الهند هي المركز الاقتصادي لانجلترا تمام يمكن معنا صورة بتوضح لنا مستر طارق صلح اميان بين الفرنسيين وبين الانجليز هذا الصلح الذي عقده في عام 1802 في شهر مارس وبناء عليه خرجت القوات الانجليزية من مصر في عام 1803 يبا استعرضنا مع بعضنا اعزائي الطلاب القوى المتصارعة في مصر وهي المماليك والدولة العثمانية والانجليز شفنا ان المماليك لم يستطيعوا ان يسيطروا على مصر وخرجوا من الساحة وذلك لتفرقهم وانقسامهم وعدم اتحادهم شفنا الانجليز اضطروا الى الخروج من مصر مؤقتا بعد عقد صلح اميان عام 1802 الساحة والمجال اصبح طبعا ممهدا للسلطان العثماني لكي يعيد بسط سيطرته على مصر فعلا اعزائي الطلاب استطاع السلطان العثماني اعادة بسط سيطرة الدولة العثمانية على مصر ولكن جميع الولاه الذين عينهم السلطان عجزوا عن دفع مرتبات الجند المتأخرة هنشوف مع بعضنا دي سؤال يا مستر طارق اهو اللي احنا نستقلينه بما تفسر فشل المماليك في السيطرة على مصر بعد خروج الحملة الفرنسية الاجابة طبعا لانقسامهم وعدم اتفاقهم فكان هناك حزب بزعامة محمد بيك الالفي يرى التعاون مع بريطانيا حزب اخر بزعامة عثمان بيك البرديسي يرى ضرورة الاستنجاد بفرنسا وهناك حزب ثالث بزعامة عثمان بيك حسن يرى عودة الحكم التركي هناخد دلوقتي بروز شخصية محمد علي من هو محمد علي؟ دي الشيء اللي همنا نعرفه كلنا لازم نعرف هذه الشخصية اين ولدت وكيف وصلت الى مصر طبعا محمد علي اعزاء الطلاب ولد في عام 1769 في مدينة قولة ومدينة قولة ميناء في مقدونيا ومقدونيا توجد في بلاد اليونان التي كانت انزاك تحت الحكم العثماني يمكن دي الخريطة دي يا مستر طريقها معنا بتوضح لنا موقع مدينة قولة في اقليم مقدونيا في بلاد اليونان لان احنا عارفين ان بلاد اليونان او كما كانت تسمى بلاد البلقان كانت ولاية عثمانية ادي مدينة قولة ايه موقعها على الخريطة دي صورة حديثة لمدينة قولة دي صورة لمدينة قولة طبعا صورة حديثة دي منزل محمد علي الذي ولد فيه في مدينة قولة دي البيت يا مستر طار اللي اتولد في محمد علي في قولة ما زال موجود حتى الان طبعا يعتبر من الاثار هناك طبعا ماظار تاريخي عندنا دي برضو تمثال محمد علي في بلد قولة طبعا علشان شخصية اثرت في التاريخ فلابد من الاهتمام به اقاموا له نصب تسكاري في مدينة قولة محمد علي اعزائي الطلاب بدأ في ممارسة حرفة التجارة حرفة التجارة تكسب اي انسان يعمل بها خبرة التعامل مع الناس فاكتسب محمد علي خبرة وسعة في التعامل مع شتى انواع البشر محمد علي بعد ذلك التحق بالجيش العثماني ليكون احد جنود الفرقة الالبانية وقدم الى مصر مع القوات العثمانية التي دخلت مصر عام 1801 لطرد الفرنسيين ادي محمد علي بيدخل مصر مع الجنود الالبان محمد علي صورة بتوضح دخول محمد علي مصر مع الجنود الالبان لصورة اخرى لمحمد علي وهو يحارب الفرنسيين محمد علي دخل مصر كجندي الباني عام 1801 محمد علي دخل مع الفرقة الالبانية التي جاءت ضمن الحملة العثمانية لطرد الفرنسيين من مصر وازهر كفاءة كبيرة في القتال فرقي محمد علي واصبح قائدا للفرقة الالبانية محمد علي اصبح قائدا للجند الالبان في مصر هنشوف كيف تولى محمد علي حكم مصر عزيزي الطلاب الدولة العثمانية كما سبق عن زكارت بدأت تستعيد حكم البلاد غير ان الولاة عجزوا عن دفع مرتبات الجند المتأخرة وقام الاهالي لتوفير الاموال اللازمة لدفع رواتب الجند بفرض ضرائب وإتاوات على المصريين مما أسار السقط والغضب العام وقامت العديد من السورات ضد هؤلاء الولاة لعل اشهر ثورة قام بها الشعب المصري ضد محمد علي ثورة مارس 1804 ضد الضرائب الباهزة التي فرضها البرديسي دي صورة بتوضح لنا ثورة مارس 1804 دي الشعب المصري بيسور ضد الوالي الظالم البرديسي مستر طارق هيقول لنا دلوقتي كيف استطاع محمد علي أن يستغل هذه الثورة لصالحه وكيف وصل إلى كرسي الحكم محمد علي يملك الكريزمة ما معنى كلمة الكريزمة الجاذبية الجمهرية الزكاء العاطفي محمد علي قدل يتقرب من الشعب المصري شاف صورة الشعب المصري ضد البرديسي عام 2104 يدفع لعدم استطاعت البرديسي أنه يدفع مرتبات الجنود المتأخرة فبدأ يفرد درايب على الشعب المصري خرج الشعب المصري عن بكرة أبي بيطالب بعزل البرديسي حتى أن الشعب المصري من دمن الأقوال الجميلة اللي كان بيقولها ويرددها الشعب ومن الشعب الزعيم يرددها والشعب يردد وراه ايش تاخد من تفليسي يا برديسي والشعب من وراهم ايش تاخد من تفليسي يا برديسي فكانت ملحمة ثورة شعبية خرج فيها جميع التواقف ضد البرديسي تعالوا شوف بقى الزكاء العاطفة عند محمد علي والكريزما اللي عنده عمل محمد علي خشية محمد علي أن تصيب الثورة جنودي ماذا فعل جاهر محمد علي بالاندمام للشعب المصري اختلطت بالعلماء والمشايخ وبالشعب الصاخط على حكم البرديسي تعهد محمد علي بأنه هو حيبذل قصارى جهده لرفع الظلمة عن الناس والمظالم عنهم واقترح محمد علي أنه يعين خرشة باشا واليا على مصر وبذلك كسب محمد علي سكة الشعب وسكة الزعامة وعطف الشعب عليه طب ليه محمد علي ما رشحش نفسه عشان يبعد عنه اي تهمة بأنه ايه طمعان في الحكم فرشح لهم خرشة باشا ده خلى الشعب يُعجب اكتر بشخصية مين محمد علي ويتمنون لو أن محمد علي هو الحاكم خرشة باشا نفس الشيء محتاج يدفع رواتب الجنود المتأخرة لا يوجد مال فرض رائب باهزة الشعب المصري عرف حقوقه لأن حملة الفرنسية هي اللي نمت القومية داخل الشعب المصري فقام بصورة الكرة الأولى والتانية هنا برضا أدرك الشعب دوره الرئيسي في تحريك السياسة الدولية داخل مصر فبدأ يقوم بمظاهرات تانية ضد مين خرشد باشا نفسه الولى العثماني ولكن محمد علي هنا كان من الزكاء ما خلس جنوده يقفوا ضد خرشد وخلا جنوده يقفوا ضد البرديسي البرديسي مملوكي فهنا لما يقف محمد علي مع الشعب ضد المملوكي البرديسي فهو حق لكن مش هيقدر يقف ضد خرشد باشا الوالد تركي لان كده بيقف ضد السلطان العثماني ولكن منع جنوده من الاشراك مع جنود خرشد ماذا فعل الشعب خرج الشعب يدعي ويقول يا رب يا متجلي اعزل الوالي العثماني وخرج الشعب كالعادة يا رب يا متجلي اعزل الوالي العثماني اللي هو خرشد باشا وفعلا يتحرك الشعب ويعزل خرشد باشا ويطلبه تعيين محمد علي باشا والمرادي التعيين فين الزعمة الشعبية ممثلة في السيد عمر مكرم خرج عمر مكرم ومع الشيخ السيدات والشيخ عبدالله الشرقاوي إلى دار المحكمة وهنا تاخد شكل شرعي شكل قانوني وتوجهوا مطالبين بأن محمد علي يحكم مصر تمنع محمد علي ورفض في البداية ليه حتى لا يظهر طمعه ثم بعد ذلك وافق محمد علي لكن بشروط الشعب المصري فقد قال عمر مكرم نقيب الأشراف لقد وليناك علينا لكن بشروطنا ألا تفرد ضرائب على الشعب المصري ألا تعقد معاهدات إلا بعد استشارة الزعامة الشعبية ولأول مرة في تاريخ مصر يعزل والي بأمر الشعب ويعين والي بأمر الشعب تمام يبقى كده بعد العرض الجميل اللي عرضوا لينا مستر طارق فهمنا أن الشعب المصري في الثالث عشر من مايو من عام 1805 اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الضوائف اجتمعوا في دار المحكمة أو بيت القاضي وقرر الزعماء عزل الوالي العثماني خرش الباشا وتعيين محمد علي هذه صورة لزعماء الشعب يختارون محمد علي واليا على مصر الزعماء ذهبوا إلى منزل محمد علي في الأسبكية وأبلغوه بالقرار وأخذوا عليه العهود والمواسيق أن يسير في الحكم بالعدل ولا يبرم أمرا أو يفرد ضريبة إلا بمشورتهم وإذا خالف ذلك عزلوه هنا أعزائي الطلاب الشعب المصري وضع قواعد للحكم الدستوري هنا قاعدة للحكم الدستوري الحكم الدستوري أن الشعب هو صاحب القرار هو صاحب الكلمة شرطوا واشترطوا على محمد علي ألا يفرد أمرا إلا بمشورتهم وإذا خالف ذلك عزلوه محمد علي طبعا زي ما قالنا مستر طاري أظهر التمنع لم يقبل الولاية في البداية ولكنه تحت إلحاح العلماء قبل محمد علي الولاية في التاسع من يوليو من عام 1805 محمد علي ما زال واليا غير رسمي من 9 يوليو من آسف من 13 مايو حتى 9 يوليو محمد علي واليا على مصر بطريقة غير رسمية لأن هناك فرمان لابد أن يصدر من السلطان العثماني بتعيم محمد علي فعلا في التاسع من يوليو من عام 1805 أصدر السلطان العثماني فرمان بعزل خرشة باشا الوالي التركي وتثبيت محمد علي على مصر لأن محمد علي رضي عنه العلماء ورضيت عنه الرعية دي صورة للوالي المعزول خرشة باشا الذي عزله الشعب عام 1805 دي صورة أخرى لمحمد علي وشايفين احنا مقر الحكم وراه الألعاهي ودي محمد علي متربعا على كرسي الحكم لو ممكن تجيب لي بس لصورة خرشة باشا تمام هنجيب الصورة السابقة لمستر طارق هنا في نقطة مهمة جدا لما يجي خرشة باشا خرشة باشا قال للمصرين بالكرام بالكرآن والحديث قطع الله ورسوله وقول الأمر منهم هنا ماذا رد الشعب وماذا رد الزعامة الشعبية قالوا له من هم قول الأمر قول الأمر هم العلماء ورجال الأظهر والسلطان العادل وهنا نحط خطين تحت السلطان العادل وإن خرشة باشا فقد شرعيته فلم يكن هو السلطان العادل إذن لن يكن هو ولي الأمر الصالح يمكن من ضمن المقولات المشهورة اللي قالها خرشة باشا لما تجمهر المصرين أنا معين من قبل السلطان فكيف أعزل بأمر الرعية تمام قال لهم أنا معين من طرف السلطان ولا أعزل بأمر الفلاحين طبعا عزيزي الطلاب الشعب المصري أثبت هنا أن له إرادة قوية حيث استطاع لأول مرة في التاريخ الحديث أن يعزل والي ويعين آخر وأصبح الشعب المصري هو صاحب الكلمة العليا في تعيين حاكم وتنحي أو الاستغناء حاكم آخر محمد علي أصبح واليا على مصر بإرادة الشعب المصري وكانت هذه أول مرة في التاريخ الحديث محمد علي أصبح واليا بشروط الشعب وهنا الشعب المصري وضع قواعد الحكم الدستوري أعزائي الطلاب محمد علي لكي يستطيع أن ينفرد بحكم مصر كان عليه أن يتخلص من أربعة مشكلات أساسية واجهته هنشوف مع بعضين المشكلات التي قابلت محمد علي في بداية حكمه المشكلة الأولى وهي محاولة نقله من مصر في يوليو عام 1806 بتحريض من إنجلترا التي لم ترضى ولم ترضخ بسهولة لتوليد محمد علي لأنها تعلم أن محمد علي ليس بالشخص الهين إنجلترا كانت تعرف أن محمد علي يتميز بالزكاء والدهاء وسعة الحيلة إنجلترا كانت تعلم تماما أن محمد علي من الممكن أن يعطل كل مشروعاتها في الشرق ويكون سبب في إخفاق المشروعات الاقتصادية الإنجليزية في منطقة الشرق إنجلترا حاولت أن تقضي على محمد علي وتسعى لتوليد تابعها المملوكي محمد بيك الألفي إنجلترا أقنعت السلطان لماذا حاولت إنجلترا عزل محمد علي وتوليد الألفي سؤال مهم جدا إنجلترا حاولت ذلك لكي تؤمن مصالحها الاقتصادية في المنطقة تعلم أن مصر هي مفتاح المواصلات إلى الهند ولذلك إنجلترا أقنعت السلطان العثماني بعزل محمد علي السلطان العثماني أعزاء الطلاب استجاب لضغط بريطانيا استجاب للضغط الإنجليزي ألا أنه لم يعزل محمد علي لم يصدر فرمانا بعزله وإنما أصدر محمد علي فرمانا بنقل أصدر السلطان عفوا فرمانا بنقل محمد علي من ولاية مصر إلى ولاية أخرى في بلاد البلقان وهي ولاية سلونك في مقدونيا السلطان العثماني أرسل أسطولا هذا الأسطول يحمل فرمانا بنقل محمد علي واليا على سلونك وفي نفس الوقت مع هذا الأسطول والي جديد على مصر وطلب السلطان العثماني من محمد علي أن يسلم السلطة للوالي الجديد دون مقاومة أو معارضة محمد علي لم يقاوم ولم يعارض محمد علي لم يظهر أي اعتراض للسلطان العثماني أو اعتراض على فرامان السلطان لأن الشعب المصري الشعب المصري قام بسورة وتجمهرة أمام الأسطول العثماني الذي يحمل هذا الوالي الجديد وفرمان نقل محمد علي أمام المظاهرة التي قام بها الشعب المصري على سواحل اسكندرية أمام الأسطول العثماني اضطر السلطان العثماني إلى الاستجابة لرغبة الشعب المصري مرة أخرى وتثبيت محمد علي في حكم مصر وهكذا وللمرة الثانية يثبت الشعب المصري أنه قادر على تثبيت من اختاروه واليا عليه يمكن هنا يا مستر محمود تيبان بقى الزكاء العاطفة لعد محمد علي قدر محمد علي يلعب على وطر العاطفة لدى الشعب المصري السلطان العثماني بعت يوسف باشا اللي هو والي سالونيك عشان يحل محل محمد علي في مصر ومحمد علي يحل محل والي سالونيك محمد علي عرف ان خلاص انه هيتنقل فبيعمل ايه ترك الكورة في ملعب الزعامة الشعبية والشعب المصري هعمل ايه هم العايزين ينقلوني فبدأ الشعب المصري هو اللي يتكلم باسم مين باسم الشعب احنا مش عايزين والي سالونيك احنا عايزين محمد علي يكون واليا علينا فتوجهوا الى الساحل قبلوا يوسف باشا والي سالونيك وقدموا له هدايا ورشاوة لمين للسلطان العثماني وللوالي الجديد ووعدوه بانه هم ان مصر هتدفع الجزية السنوية الى السلطان العثماني بس بشرط نحن نتمسك بمحمد علي واليا علينا واليا علينا هنا بقى السلطان العثماني يضطر يصدر فرمان بتثبيت محمد علي واليا على مصر وهنا بقى نقول ايه نجاح الشعب المصر للمرة التانية في تثبيت ارادته بالتمسك بمحمد علي واليا على مصر ونجح محمد علي بالكيرزمة الجميلة اللى عنده والقدرة الكبيرة على اكتساب الاخرين وان الشعب هو اللى يختار محمد علي تمام بكده محمد علي استطاع عزيزي الطلاب أن يتخلص من المشكلة الأولى وهي مشكلة نقله من ولاية مصر إلى ولاية سلونك في بلاد البلقان بفضل معاونة ووقوف الزعامة الشعبية والشعب المصري إلى جانبه دي كانت أول مشكلة تواجه محمد علي هنشوف مع بعضين المشكلة التانية وهي مشكلة الحملة الإنجليزية عام 1807 أو ما تعرض بحملة فليزر طبعا حملة فليزر دي من الحملات الشهيرة في التاريخ الحديث لمصر وكان لها العديد من الأسباب هنشوف مع بعضين أسباب هذه الحملة أولا تدهور علاقة بريطانيا مع السلطان العثماني تدهورت العلاقة بين إنجلترا والسلطان العثماني ونحن كلنا عارفين أعزائي الطلاب أن مصر ولاية عثمانية نمر اثنين احتلال مصر رقم ثلاثة سبب الثالث خلع محمد علي وتثبيت تابعها المملوكي محمد بيك الألفي وتحقيق الأطماع الإنجليزية في مصر أحداث الحملة بقى الحملة الإنجليزية نزلت الحملة إلى اسكندرية ومنها إلى رشيد عبء النضال والمقاومة وقع على المصريين لماذا؟ ده يمكن صورة للجنرال فريزر قائد الحملة المصريون الأبطال استطاعوا هزيمة الإنجليز في معركتي رشيد والحماد وده صورة بتوضح لنا مستر طارق الأسطول الإنجليزي الذي يقوده الجنرال فريزر يصل إلى اسكندرية ويستولي على اسكندرية بسهولة هنا ممكن نقول لها مستر هنا ده اسكندرية صورة بتوضح ميناء اسكندرية بعد استلاء الحملة الإنجليزية وهنا صورة بتوضح معركة رشيد هذه معركة رشيد التي انتصر فيها أهل رشيد على الإنجليز وصورة أخرى للحماد لأن فريزر أعزائي الطلاب أرسل حملة إلى رشيد ولكن أبطال رشيد استطاعوا أن يصمدوا أمام القوات الإنجليزية وقتلوا عددا كبيرا من الإنجليز في رشيد وأسر عدد آخر وفر الباقي الاسكندرية فريزر أراد أن ينتقم لشرف إنجلترا وكرامتها العسكرية كيف تهزم إنجلترا في بلد صغير مثل رشيد إنجلترا التي كانت في تلك الفترة دولة عظمة أرسل حملة أخرى إلى الحماد لينتقم من هزيمة رشيد ولكن الأبطال المصريون في الحماد وهم أبطال رشيد والمتطوعين الذين جاءوا من القاهرة لقضوا الإنجليز درسا قاسيا في الحماد وقتلوا عدد كبير منهم وأسروا عدد آخر وفر الباقي إلى اسكندرية إلى فريزر حيث عرف فريزر أن الحملة فشلت لا محالة طبعا أعزائي الطلاب محمد فريزر احتمى في اسكندرية وكان محمد علي في تلك الفترة في المماليك يحارب في الصعيد يحارب المماليك عفوا وهنا وقع عبء النضال على الشعب المصري في رشيد والحماد ومستر طارق هيا يضيف لنا حاجات جميلة دلوقتي يمكن أول مرة نسمعها عن هذه المعركة في رشيد والحماد نعم هنا هنا في نقطة مهمة جدا مستر محمود الإنجليز دخلوا اسكندرية مين كان بيحكم اسكندرية أمين أغا أمين وليس بأمين اسمه ليس على مسمى فقد سلم مفاتيح الاسكندرية لمين للقائد فريزر طب نقارن بقى لما جاءت الحملة الفرنسية اسكندرية كان بيحكمها مين السيد محمد كريم مصري يجري في عروك الدماء المصرية دافع عن مصر ضد الاحتلال الفرنسي حتى قتل رميا بالرصاص أمين أغا ليس بمصرية فلا تهم مصر أو تهم اسكندرية فسلم المفاتيح مباشرة للإنجليز توجه الإنجليز مباشرة إلى رشيد وفي رشيد لم يجدوا أي مقاومة أين الجيش المصري دحك الإنجليز نحن في نزهة عسكرية تمام فين نحن نحن حريبهم؟ لا نحن في نزهة عسكرية خلعوا ملابسهم خلعوا أسلحتهم عاشوا كأنهم في رخاء وفي نزهة إلى أن جاءت ساحة الحسم علي بيك السلالينكي السلالينكي أمر جنوده بالاختفاء ثم مرة واحدة ساعة السفر اضرب جميع أبناء الشعب رشيد النساء الأطفال الشيوخ الرجال كله شارك في هذه المعركة ولم يفق من الإنجليز إلا قتلة أو جرحة أو أسرة هكذا أثبت الشعب المصري في رشيد قدرته على مواجهة العدو فإذا جاء العدو لمصر فلن يرى إلا جنودا كما قال رسول الله خير أجنادنا على الأرض لجندا مصر فإنهم في رباطن إلى يوم الدين يمكن علي السلام كده مستر طالي كان محافظ رشيد كان محافظ رشيد توجه الإنجليز بعد ذلك تركوا رشيد وتوجهوا إلى مدينة الحماد فلم يسكت أهل رشيد فتوجهوا خلفهم إلى الحماد في الفترة دي كان السيد عمر مكرم في القاهرة وعندما علم بمجيء الإنجليز إلى رشيد والحمد أرسل بقواته العسكرية لتساعد أهل رشيد والحمد وفي الأساس يا مستر طالي الحملة الإنجليزية حملة فريزر كان ممكن فريزر هو جاي من إنجلترا كان الأوامر اللي ليه أو الأوامر اللي واخدها أنه هو يستولي على اسكندرية فقط بس فريزر طبعا لما لقى نفسه يستولي على اسكندرية دون أن يخسر من جنوده عدد تمام قال لك لا ده أنا في رحلة بقى أستولي على باقي مصر لأنه كان معاه خمس تلاف جندي فقط في نقطة وهم جدا لقد جاء فريزر معتمدا على قوة المماليك وحلفها محمد بيك الألفي ولكن الألفي قد توفية قبل مجيء الحملة بشهرين دون علم الإنجليز يمكن لو الإنجليز كان علمه يمكن أن يغيره فكرة المجيء إلى مصر ولكن الأجمل من كل القصة دي بقى أين كان محمد علي يطارد المماليك في الصعيد معنى ذلك محمد علي لم يشارك في حرب ده دي فريزر ولكن الذين يتحمل عبق المقاومة والنضال هم أهل رشيد والحمد إنما النصر ينصف في النهاية المين؟ لمحمد علي وارتفعت مكانة محمد علي لدى السلطان العثماني لأن العلاقة متدورة بين السلطان وبين إنجلترا بالزبط فطبعا محمد علي قائد مصر ينتصر على الإنجليز بنابليون بنابرت اللي هو دوق وملك أوروبا مقدرش على الإنجليز قدر عليه الشعب المصري ومحمد علي فارتفعت مكانة محمد علي لدى السلطان المصري بعد ذلك الإنجليز ماذا يفعلوا؟ طلبوا من محمد علي إلحقنا إحنا عايزين نعمل صلح وتم الصلح اسكندرية ما بين الإنجليز ومحمد علي وخارج الإنجليزة من مصر وارتفعت مكانة محمد علي دوليا هنرجع تاني أعزائي الطلاب لمعركة رشيد وهنشوف صورة لهذه المعركة ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم أعزائي الطلاب بعد هذا الفيديو الجميل اللي لخص لنا تاريخ محمد علي ومجهوداته في بناء مصر الحديثة منذ تولياته حتى بناءه الجيش الحديث وإنجازاته هنرجع مرة تانية لمعركة رشيد ومعانا الصورة بتوضح هذه المعركة بين القوات الإنجليزية الغاصبة وبين الأبطال من أهل رشيد هذه المعركة التي أثبت فيها المصريون أنهم قادرون على صد أي عدو خارجي مهما كانت قوته استطاع المصريون في هذه المعركة عزائي الطلاب أن يقتلوا عددا كبيرا من الإنجليز ويأسروا عددا آخر مما اضطر فريزر إلى التحصن إلى اسكندرية تقه قارة القوات البريطانية إلى مدينة اسكندرية واحتموا بها وعاد محمد علي من الصعيد واتجه لإخراج الإنجليز من اسكندرية وحاصر المدينة هنا اضطر فريزر إلى طلب الصلحة والجلاء من مصر بشرط الإفراج عن الأسرى ووافق محمد علي ودخل محمد علي اسكندرية منتصرا وبذلك أعزائي الطلاب استطاع محمد علي أن يتخلص من المشكلة التي واجهته وهي مشكلة الحملة الإنجليزية دي صورة يمكن لقلعة قايد باي في اسكندرية التي استخدمها الإنجليز أثناء حملة فريزر قلعة قايد باي دي طبعا ما زالت موجودة ربعا من الأثار الهمة المميزة في مدينة اسكندرية استخدمها الإنجليز عندما احتلوا المدينة عام 1807 دي كانت المشكلة التانية التي استطاع محمد علي أن يتغلب عليها بفضل قوة الشعب المصري بفضل بسالة المصريون في رشيد والحماد ميستر طالعي أنت حضرتك تعاوز على تعليق هنا في سؤال بقى يتقال بما تفسر أسباب فشل حملة فريزر دايما يبقى أول حاجة وفاة محمد بيك الألفي حليف إنجلترا قبل وصول الحملة بشهارين اتنين مقاومة الشعب المصري في رشيد والحماد تانية نقطة وصول محمد علي باشا إلى الإسكندرية لعقد الصلح مع الإنجليز واخروجها من مصر هناك نقطة تانية مصر محمود من الحاجات المهمة أن المصريين بعد ما انتصروا في رشيد حسوا بإيمتهم وبقوتهم وأنهم عايزين يدخلوا الجيش ويتحملهم عبق المقاومة والجهاد لكن رفض محمد علي وقال لهم ما عليكم إلا علف الجند يعني علف الجند تقوموا بالزراعة وتمولوا بالغذاء لمين للجنود ولم يهتم إطلاقا بتجنيد المصريين إلا بعد ما فشل في تجنيد السودانيين وخيانة الجند الألباني اللي حاول يقتلوه عام 1815 يعيد تفكير محمد علي بالاعتماد على الشعب المصري في الجيش ويمكن زي ما شفنا الفيديو الجميل الجيش المصري أثبت جدارة يعني كبيرة جدا في الحروب المتتالية بكده أعزائي الطلاب تبقى أمام محمد علي مشكلتان كان لابد من أن يتخلص من الزعامة الشعبية التي تسبب عائقا لاتخاذه الكثير من القرارات وكان لابد أن يتخلص من المماليك أعزائي الطلاب محمد علي بدأ بالزعامة الشعبية محمد علي أدرك قوة الزعامة الشعبية ودورها في تولياته الحكم لأن محمد علي وصل إلى كرسي الحكم بشروط الشعب شفنا نحن العلماء عندما الشرطوا عليه أن لا يفرد ضريبة أو يقرر قرار إلا بمشورتهم فرضوا عليه أن يسير في الحكم بالعدل وإذا خالف ذلك عزلوه هنا محمد علي أدرك القيود التي فرضتها عليه الزعامة الشعبية عند قبوله الولاية محمد علي أراد أن ينفرد بحكم مصر دون وصاية أو رقابة شعبية ماذا فعل محمد علي ليتخلص من الزعامة الشعبية محمد علي انتهز فرصة الانقسامات بين القيادات الشعبية وخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف كيف حدث ذلك عزائي الطلاب محمد علي انتهز فرصة أن العلماء منقسمين حول تقدير عمر مكرم ومكانته بين الناس انتهز فرصة انخفاض من سوب النيل في عام 1808 في شهر أغسطس حيث انخفض من سوب النيل وحدثت أزمة اقتصادية في مصر تخذ محمد علي على إسرها العديد من القرارات العلماء لم يعارضوا هذه القرارات لم يعارضوا إلى السيد عمر مكرم فوجد الساحة مفتوحة أمامه لكي يتخلص منه فعزله من نقابة الأشراف ولكن عمر مكرم لم يسكت على ذلك وظل يقاوم محمد علي بعد أن انكشف محمد علي بشخصيته الحقيقية أمام عمر مكرم فنفاه إلى دمياط في عام 1809 ولكن عمر مكرم ظل يقاوم محمد علي فقام محمد علي باتخاذ قرار بنفي عمر مكرم خارج البلاد وبعد أن نفي عمر مكرم خارج البلاد انتهى وتضاءل دور الزعامة الشعبية تماما ولم يعود للزعامة الشعبية أي دور في تاريخ مصر أيام محمد علي يمكن النقطة دي مستر طارق نقطة مهمة جدا محمد علي تنكر للزعامة الشعبية الشعب المصري أوصله إلى كرسي الحكم ثم نجده يتنكر للزعامة الشعبية ويمكن عشان محمد علي مستر طارق مش مصري أساسا يعني محمد علي ليس من أبناء مصر نعم محمد علي هنا لو نظرنا لها نظرة تاريخية محمد علي ما أريد؟ أنا الزعيم. أنا الأوحد. هذا الكرسي الذي أقعد عليه هو المكان الفاضل له. لا أريد أن يكون أحد يتدخل معه في شؤون الحكم. الزعامة الشعبية كانت تمثل له تدخل دائم ضده. أنا أريد أن أفرد. طالما أن أفرد، يجب أن أخلص على كل خصومي. ومنهم السيد عمر مكرم. تعالوا أن ترى الزكاء محمد علي. عمر مكرم كان ملتزم. كان من ضمن الملتزمين. عندما حصلت الجفاف التي حصلت بسبب الفيضان وقلت المياه، اضطر محمد علي أن يخفف الدرائب عن الملتزمين وعن الشعب. لكن عمر مكرم رفض. رفض لماذا؟ واخد أرض اسمها الأرض الوسية. الوسية هذه معفاة من الدرائب. فلم يدفع عليها دريبة، رفض. وطلب أن الدريبة على الشعب تبدأ موجودة. استغلها محمد علي. وقال لهم انظروا أن أدوى عمر مكرم لا يريد. يمنعني أن أخفف الدريبة عن من؟ عن الفلاحيين وعن الشعب. فبدأت صورة عمر مكرم تهتز بالنسبة من؟ للشعب والزعامة الشعبية. وانتهزها فرصة أنه ستخلص منه بنفيه إلى دميات. ثم خارج البلاد. استخدم محمد علي أسلوبين. الترغيب والترهيب. الترغيب أنا أغريك يا مصر محمود ستكون أنت مثلا الموجه العام. فقط يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وإلا سستخدم معكم الأسلوب الآخر. أنا هنفيه خالص من إيه؟ من المكان التوجيه العام. وهنا ده اللي عمله مين؟ محمد علي. قرب ناس ليه وتخلص من خصومه وانفرض بحكم مصر. وأصبح كل الناس اللي هو قربهم ليه تحت سيطرته وتحت هيمنته. وأصبح الحاكم الأوحد. بكده تخلص محمد علي من المشكلة الثالثة وهي مشكلة الزعامة الشعبية. ولم يتبقى معه إلا مصدر القلق والفساد في مصر وهم المماليك. المماليك أعزائي الطلاب كانوا مصدر القلق والفساد الحقيقي في مصر. محمد علي عرف ذلك منذ البداية. وأدرك منذ توليه الحكم أن هؤلاء لا بد أن يتخلص منهم. في الحقيقة محمد علي استخدم عدة وسائل للتخلص من هؤلاء المماليك. ويمكن السؤال ده بيجي في بعض الامتحانات في صورة دلل على صحة العبارات الأتية. استخدم محمد علي عدة طرق في التخلص من المماليك. بنلاقي بعض الطلاب بيكتب يا مستر طارق مسبحة القلعة فقط. ولكن هنا قالك دلل على صحة العبارات. محمد علي استخدم عدة طرق. معنى ذلك أن هناك طرق أخرى غير مسبحة القلعة. محمد علي لجأ لها في البداية قبل أن يرتكب هذه الجريمة البشعة. التي تعتبر وصم تعارف في تاريخ محمد علي في الحقيقة يعني. محمد علي تخلص من المماليك تدريجيا. في البداية حرمهم من تولي المناصب المهمة والرفيعة. مثل مشيخة البلد. ذلك لم يجد معهم. محمد علي حاول أن يحاربهم بشرف وجه الوجه. طاردهم في الصعيد. وشفنا من شوية أثناء حملت فريزر كان يطاردهم. ولكن المماليك الفرسان كانوا بارعين في اسلوب الكر والفر. لم يستطع محمد علي أن يتخلص من هؤلاء المماليك بالحرب. فلجأ إلى الحيلة والخداع. وإن كان هذا الاسلوب طبعا مستر طارق اسلوب دموي. اسلوب غير مقبول. المسبحة التي دبرها محمد علي المماليك في عام 1811. في الأول من شهر مارس. محمد علي دعا المماليك إلى حفل في القلعة. بمناسبة قروج الجيش المصري إلى الحروب الوهابية. محمد علي كان على اتفاق مع جنوده. لغاية تخلص من هؤلاء المماليك. فعندما وصل المماليك إلى القلعة. وبدأ الحفل. انهال الرصاص على هؤلاء المماليك من كل ناحية. وقتل المماليك الذين في القلعة. ولم ينجوا منهم إلا واحد فقط. يمكن التاريخ بيذكر أمين بك الذي نجى. وقفز بحصانه من على أسوار القلعة مستر طارق. دعا نرى هنا بيذكر محمود. محمد علي بالذكاء العاطفي. قدر بالكلمات يدحك على الشعب ويدحك على الناس ويدحك على المماليك. في يوم الجمعة الأول من مارس. محمد علي يدعو المماليك ويصلي بهم أولا صلاة الجمعة. مفيش أي بقى إحساس بالإيه؟ بأن فيه شك درج المتقي وداخل يصلي الجمعة بمين؟ بالمماليك. ودعا 400 مملوكي إلى حفلة كبيرة جداً. لكي يدعو الجيش المصري الذي يوجد ابنه فلزة كبدو. طوسن باشا. قائد الجيش المصري الذي سيؤدي على الحركة الوهابية في الجزيرة العربية. مفيش مصدر ألأ ولا خيانة. وهناك حضروا الوليمة حضروا الاحتفال وهم خارجين أمر جنوده بإغلاق أبواب القلعة. وأمر جنوده بإطلاق الرصاص عليهم. هنا بقى كيف أقنع محمد علي الناس بأن هذا العمر كويس؟ قال لهم إيه؟ إن المماليك كانت قوة اجتماعية أعاقد تطور مصري السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وإنهم مصدر الفساد. وقتلهم والتخلص منهم سوف أثاب علي وأدخل الجنة. انت بقى قلب الموازين. أنا لما أتخلص من المماليك ربنا سيدخلني الجنة. ولكن عمره مرتاح ضميره أبدا لهذه الفعلة الشنعاء. تبليئ أنا بقول على نابليون لما عمل مسبحة يافا وصمة عرفي جبين نابليون. محمد علي عمل مسبحة القلعة. فهي برضك وصمة عرفي جبين محمد علي. لأن لو كانت في حرب سجال منتصر ومهزوم يبقى مزبوط. لكن أنت تدعوهم ثم تتخلص منهم هي تلك هي الوسيلة. ولكن محمد علي مؤمن بفكرة واحدة. إيه هي؟ الغاية تبرر الوسيلة. أنا عازل نفرد بالحكم لابد أن تتخلص من الجميع. فكانت تخلص من محمد علي من المملك. طبعا مسبحة القلعة لا تقل شراسة أو دموية عن مسبحة يافا البشرية التي ارتكبها نابليون عندما كان في حملته على الشام. وممكن تجي لنا مقارنة أحيانا بين مسبحة القلعة ومسبحة يافا البشرية. لا في سؤال تاني يا مستر محمود بيجي في المتحان. ما رأيك فيما فعله محمد علي في مسبحة القلعة؟ هنا الطالب ممكن يقول رأيين واللي تنصح. واحد بيأيد محمد علي على أساس أن الغاية بتبرر الوسيلة وأنه عاز ينفرد بحكم مصر فعلي أنه يتخلص من خصومه. أما الآخر سينزل إليها نظرة عاطفية بأن هذه الطريقة التي ارتكبها محمد علي. لم تكن طريقة أدمية خاصة أنه صلى بهم الجمعة. خاصة أنه أمنهم على أرواحهم أو عزمهم على احتفال توضيع الجيش المصري ثم تخلص منهم بهذه الطريقة الشامعة. ممكن معنا فيديو يا مستر طارق بيوضح لنا هذه المسبحة البشعة. مسبحة القلعة. شايفين يمكن أمراء المماليكة دخلين إلى القلعة ودي محمد علي. من أجمل الفيديوهات يا مستر محمود وحنشوف فيها المماليك ومحمد علي. تظهر الإعلان محمد علي لما يأتي هذا الوقت والدهاء والمقر الموجود في عينه. وماذا كان الذي في قلبه شيء والذي يعمل له شيء ثاني. حيبان ده في العرب. المماليك طبعا المماليك ذهبوا إلى هذه القلعة إلى هذا الحفل تمام. يعني الدرب هنا هم خارجين. دربهم برصاص. والدهاء بقى هنا مسك السبحة محمد علي. وبيسبح ربنا سبحان الله. ومعظم الصور الزيتية مستر طالي اللي ترسمت في الفترة دي عن مسبحة القلعة. بتظهر محمد علي وهو قاعد على الكرسي بتاعه كرسي الحكم. والمماليك من حوله يقتلون. وهو طبعا قاعد مفيش أي مشاكل بالنسبه له. وفيش أي مشكلة. يمكن برضو ظاهر في الفيديو ان محمد علي هو بتفرج عليهم عادي جدا. بالزبط بالزبط. طبعا هنا يمكن لو شكنا الرؤية ثانية هنجد محمد علي. هو مسك السبحة في ايديه. وهتلطخ بالدم ده الوقت. كإني بنقول انت مهما تكربت من الله. ولكنك بترتكب المعاصي. طبعا جريبة بشعة. طبعا هنا محمد علي في النقطة دي. يعني بيحول يبرر موقفه. أنا هتخلص من المملك لأنه يدول عنصر الفساد الموجود في المجتمع المصري. وسوف أساب على فعلتي. وسوف أدخل الجنة. لكن عمره أبدا ضميره مرتاح لهذه الفعلة. طبعا مسبحة يافا البشرية ومسبحة القلعة. يمكن أشهر المذابح التي ارتكبت في التاريخ. وليس لها مبرر أخلاق يا مستر طارق. وبيجينا سؤال كتير جدا بيتكرر. ما رأيك في مقامه بين محمد علي تجاه المملك في مسبحة القلعة. دائما السؤال دي بتكرر في بعض المحافظات. طالب يبدي رأيه. طبعا ما قلت ساتك من شوية. هنا الطالب لو قال. أنا مؤيد لمحمد علي في طريق الاسلوب في التخلص من خصومه. حيجيب المبرر إن الغاية. بتبرر الوسيلة. هو عايز انفرد الحكم. فلابد إن هو يتخلص من كل المعارضين. لو في أي مشكلة يجب وقتها في المهد. المملك دول كانوا هم اللي بيعرقلوا التقدم. وأنا عايز أخلص منهم. بأي طريقة هتخلص منهم كي حقق مطالبي. واحد ثاني هيقول لا أنا ضد المبدأ ده. أنا ضد الأسلوب الدموي اللي اتبعه محمد علي في التخلص من خصومه. سواء السيد عمر مكرم بنفيه إلى دميات. سواء الممليك بمسبحة القلعة. الإجابة هنا سليمة والإجابة هنا سليمة. يعني معنى ذلك مسترطرق إن الطالب لو أجاب سواء بالسلب أو الإجابة تحسب له الدرجة عادي. طالما وضح مبرر رؤية. ودي حقيقة. يعني تعال أي واحد عايز ينفرد بالحكم ما هو لازم يتخلص من خصومه. عر رجلك عشان يحط رجلي. السياسة ما تعرفش الطبطبة. أنا عايز أكون أنا الحاكم أنا الآمر أنا الناهي. تلك هي السلطة. بكده عزي الطلاب محمد علي استطاع أن يتخلص من المماليك. محمد علي استطاع أن يصل إلى كرسي الحكم بفضل الزعماء. ولكن برضو في النهاية بنأكد على نقطة مهمة جدا لكل الطلاب مسترطرق. رغم أن محمد علي فعلا هو باني مصر حديثة. محمد علي ليه إنجازات ولكنه يبقى في النهاية ليس مصريا. وده ظهر يمكن في معاملته للشعب المصري ومعاملة أولاده وأحفاده اللجوم حكموا مصر. كانوا بيعاملوا المصريين على اعتبار أن المصريين دول فلاحين ليس لهم أي قيمة. يمكن مصر محمود الدولة العثمانية كابتطبر أن مصر ضيع عليهم. وأن الأرض لم يكن الفلاح يملكه. الذي كان يملكه كان مين؟ كان السلطان العثماني. والأولاد يبعطوا الهدايا والرساوي والجزة السنوية للسلطان. هناك نقطة مصر قبل أن نخلص. يمكن أن الأسلوب التي تتبعه محمد علي في التخلص من خصومه. خوف الشعب المصري. وفي مثل حتى يقول من علمك الحكمة؟ رأس الزئب المعلق. وهنا نقطة مهمة جدا. أنا شفت ما حصل المماليك. فكل المماليك الذين نجوا من مسبحة القلعة هربوا إلى السعيد. ومن السعيد إلى السودان. تتبعهم محمد علي. وجدوا وراهم وتخلص منهم في السعيد وفي السودان. حروبه في السودان نشوفها الحلقة جاءة إن شاء الله. أعزائي الطلاب على مدى ساعة كاملة استعرضنا معكم تولية محمد علي. والمشكلات التي واجهته منذ توليه الحكم. حتى استطاع أن يتخلص من كل خصومه وانفرد بالحكم. إن شاء الله في الحلقة اللي جاية بإذن الله. هناخد مع بعضينا كيف استطاع محمد علي أن يبني في مصر دولة حديثة. على نسق الدول الأوروبية. أعزائي الطلاب في النهاية أتقدم بالشكر أستاذ القدير طارق فاروق علام موجه الدراسات الاجتماعية. شكرا لك مستر طارق على المعلومات الجميلة. شكرا مستر محمود. وأشكر كل الطلاب اللي بيشاهدون عبر شاشة التلفزيون. وأشكر فريق العمل في الاستوديو على هذا المجود الضخم. حمى الله مصر وجعلها بلد الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.